تقوم اللجان البرلمانية هذه الأيام بمحاولة تسرع الانتهاء من المواضيع ذات الأولويات تمهيدا لإقرارها خلال الجلسة القادمة قبل فض دور الانعقاد الحالية فاستطاعت الموارد البشرية البرلمانية الانتهاء من مكافأة نهاية الخدمة تمهيدا لإقراره خلال الجلسة القادمة بصفة الاستعجالة كما انتهت لجنة الميزانيات من إقرار كل الميزانيات المستقلة والملحقة ومن المنتظر تخصيص الأسبوع المقبل لجلسات إقرار الميزانيات العامة انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من كل الميزانيات المستقلة والملحقة تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس وقال رئيس اللجنة سيد عدنان عبدالصمد أنه لم يتبقى إلى الميزانيات العامة للدولة والتي من المتوقع لانتهاء من تعديلاتها يوم غد كما أشار إلى التنسيق مع مكتب المجلس لتخصيص جلسات للميزانية مطلع الأسبوع المقبل كل الميزانيات المستقلة والملحقة تم إقرارها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعددها 15 قانون 15 قانون للميزانيات الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في مناقشة الميزانيات وربما نبدأ إما الأحد أو يوم الأثنين القادم الأسبوع القادم سيكون كله لمناقشة الميزانيات العامة من جانب آخر اتفقت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مع الحكومة على صرف مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من بداية السنة المقبلة وبكلفة مالية ستصل لـ 360 مليون دينار وكانت اللجنة اعتمدت ما يمثل رواتب 18 شهرا للجهات التي لا تتغاضى مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لكلفة المالية الكلفة الأولية لهذا المقترح لن تتجاوز 360 مليون صحيح ستدفعها الخزانة العامة في بداية الأمر لكن بعد ذلك الدولة والخزانة العامة ستستفيد من توحيد سلم ومن توحيد مكافأة نهاية الخدمة إلى ذلك وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية قد رفضت اليوم رفع الحصانة البرلمانية عن الناب عبد الحميد دشتي كما وفقت على عدد من المقترحات أبرزها إنشاء صندوق للرياضيين فيما رفضت عدد آخر من الاقتراحات بقوانين قررت اللجنة عدم الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي لتوافر شبهة الجدية أيضا عندنا اليوم الموافقة بشأن منح مكافأة مالية الحاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير بضوابط أن تكون الجامعة معترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي وأيضا في البند الأخير البند الرابع عشر تمت الموافقة بالجماع على إضافة مادتين جددتين في شأن القانون رقم ثمانية سنة 2010 حقوق الأشخاص دوا الإعاقة حمد النبهان من المجلس الأمة قناة الكوت